لزاعات طويلة انتظر هؤلاء الشبان عند حاجز قلندية شمال مدينة القدس المحتلة في سبيل الوصول لأداء الصلاة في المسجد الأقصى لكن دون جدوى فالإجراءات الإسرائيلية حالت بينهم وبين قبلتهم الأولى لا أمنية تشابه أمنية الشبان بأن يكبروا ويصبحوا فوق سن الأربعين لكي يتمكنوا من الدخول إلى القدس المحتلة أنا ترى شو صار؟ سنة في سار أنه يا أكبر يا أرجع على سنين وانا صغير أنه أدر أفوت الأقصى دون ما أحد يحكي لي وان رايح وان هاته لأنه بيجوا يمنعونا كل ما صرنا فترة الشباب المروهكي يعني بسر يجي يمنعونا يعني صار لنفس أصير عمري كبير ويطلع لي تصريح أشان أدر أفوت أصلي بالأقصى والقدس الشريف بضعة كيلومترات تفصل القدس عن حاجز قلند العسكري الذي أبقت سلطات الاحتلال على قيود الدخول منه كما بقية الحواجز المؤدية إلى المدينة كما هي لمن يتراوح عمرهما بين السادس عشر والأربعين بالنسبة لي الأقصى القدس كل الداخل المحتل شيء كتير مهم أني أشوفه وأعرفه وأزوره يعني هاي بلدي لازم أكون بعرفها ومؤلم بالنسبة لي أنه بقدر أشوف محلات تانية بكل العالم بس مش في 15 ديئة بعيدة عن بيتي لازم تبكي أسهل من هيدا المسلمين بتشفي عذابي يعني خلاص بتشفي أنا جاي من آخر الدنيا من أميركا من غاد عشان أصلي اللي 16 سنة ما عبرتها الجنود بتصير تدفش فيك وجنود بتزوك فيك ارجع ارجع يا عمي أنا بدي أسأل فيش مجال تسأل حدا وين تسأل انتي ما فيش مجال تسأل أي بني آدم المنسقات طبعهم كذاب وخليه يرفض لنا تصريح لا بلزم لناش تصريح عمل عندهم لا في مستعمرات ولا غير وتشهد روح التحدي لدى الشباء إصرارا بالدخول بمختلف الطرق إلى المدينة غير أبهن بما سيحدث لهم بل أن جل همهم هو الصلاة في المسجد الأقصى بأي ثمن لا يتمنى أحد أن يقبر عمره إلا الفلسطينيون فعمرهم حسب قوانين إسرائيل تأشيرة الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك ورغم معاناة الوصول إلى الأقصى فأن محاولات إعماره بالصلاة فيه يعتبرها كل فلسطيني جزءا من رباطه في بيت المقدس من حجز قلندي العسكر ضياحه شياء الغد القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر